السلام عليكم ورحبا بكم عزائي المشاهدين وعزائي المشاهدات في هذا الفيديو جديد اللي كانت منه بالخلال لأنه يلقاكم بأحسن صحة وعافية وتكونوا إن شاء الله كامنين بخير وعلى خير فما ننساوش كيف يقول لفنا وكيف العادة في فيديو هدينا بدأوا بالصلاة على سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمدين وعلى آله وصحبه أجمعين بالملاسبة إن شاء الله اليوم وعندنا واحد فيديو اللي غدي يكون شوية طويل جديد الأزاء الجزء اللي أولاً يكون فيه جميع العرض اللي هي وطنية وغدي تكون إن شاء الله هات جمعة هذه قدي نحاوله إن شاء الله بشرح جديد وفيديو هات تقريبين قربكم من هذه المنتوجات بالإضافة للجزء الثاني قدي يكون في واحد العرض اللي هي تخفيدي قدي تكون في مدينة الدربدة في محلات مدينة الدربدة ماشي في المغرب كامل وماشي كازة كاملة غير المحلات اللي غدي تقاوح لهذه اللي غنشوفوه في الأخر ويقدر يكون في مدن أخرى فما علينا نمشي إن شاء الله لكي نرى العروض في الفيديوهات تقريبية كيف قلنا وهكا نزيدون السيفدو أكثر وأكثر فما تبخير لنا دائما تشجعون تشجعوننا نعطيهم محسن أول شيء نبدأ بها فاكين معنا هذا البيرو الذي هو 90 سنتيمتر على 52 وفي العلو له فيه 74 سنتيمتر بالنسبة لهذا التامن بهذا الجحل يجب 500 درهم له كيف تشوفوا فيه واحد المجر وفيه واحد اللاصب حل شكل تجيره او حل شكل البوات رانجمون وهي واحد فيديو قريبه هنا يعليه بالنسبة للناس اللي كانوا خدوه و جربوه فاكين أعجبهم الكاليتي ديل العود ديله اللي هي مزيانة ماشي ديل الام ديف فهذا ديل العود الام ديف كيف شعرفو كيكون قل من العود وماشيتها ديل نوفوبو بحال ذاك الماريو نموثيت اللي كانوا كيجيبه مؤخرا يعني نفس العود ديلهم تهو صحيح وتقل تقيا شوية فيما يخص تامن ديل هادا كيجيب 500 درهم اللي هي 10.000 ريال فشكل ديله كيف قلنا زوين عنده واحد المجر وعنده واحد البلاسة بحال شكل ديل غنشمون هنا كنا معانا واحد الخيزانة اللي هي فيها تلاتة وستين على ستة وعشرين سنتيمتر في الغرق وعالية بمترو وخمسة وسبعين نجاش بالتامن ديل ستمية درهم ستمية درهم يعني 12.000 ريال فكين الناس اللي كانوا كيقولوا اللي راهم بتامن زيد فهدي كيف قلنا ديل العود ماشي ديل الام ديف بانسبة هنا واحد فيديو تقريبي فهدي اللي غدي نشوفو ديل الام ديف وتتكون حتى ديل نوفوبوا دي اللي كانوا كيجيبوا ب300 درهم على مقاطن حتى 400 درهم وكنت عطيت واحد الفكرة على انها هما تقدر تكون مثلا غيكا بيبيوتك يعني كام كتابات تقدر تكون حتى مثلا كيستعملوا هالنساء في الغرف ديانهم كانوا بذيانهم كيدلو على شكل مثلا آآآ منظرم استعملوا ذو binnen تاجيرا فياお لاشا yupي كيف غنيشوفو الفيديو التقريبي فبنسبة لها سهلة في التركيب وهنا كيف قديتلكم الفيديو التقريبي يعني كينونい Masha'ilah بعد النساء اللي كيستعملو هالحويجات اللي هي خاصة و كيخدموا بيها دي كورات ذوينين هرب الستمعي 100 لبقائم فى سبيلاته ما المضح لطلافة هرب الوصف و لكن بالنسبة للعود واللغة والذي مختلف فاستمعي هنا في الطلافة هنا طلافة فى ثلاثة مختلفة المشترد 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 و لكنه المشترد مستطفين مستطفين يعني كتدير 2000 ريال تهيه في علوانات مختلفين بطبيعة الحال هناك كنا معنا 11 روائح حول ديفيزور بالنسبة لها الديفيزور الحجم دياله صغيره هناك واحد فيديو تقريب عليه بجزيده تأكده منه وتشوفوا الخدمة دياله كيفة شنو ديره فهذا تيجي مع واحد الكابل دياله وعلى شكل كابل يوزبي تقدر تلصقه في شارجورة تليفون ولا تقدر تبرونشيه مع اي حاجة اي بور يوزبي حتى هذا 5000 وط باش تيخدم هناك واحد ريزورة دياله يجي معه فيلتر دياله وهناك كيف تشوف في هذا الفيديو تقريبين تكتروا في ذاك الماء تزيدوا عليه مثلا زيت ديال العطور ديال الريحه وكتاليمونطيه وبدو كتخدموه وكي يخدم لكم على شكل بحال هذا الشكل دا كيعدتكم البخار وكي يلطف لكم الجو بنسبة لها كيف ترونه هنا في الصور المصغر اللي كنت حاط لكم دابة فكان كي يزيد من قبل 130 درهم وكانوا يجيبوا ايضا حتى 100 درهم ومؤخرا كانوا يجيبوا بشي 70 درهم اما حاليا سيتلقوا 8 دير 50 درهم تبقى 8 زوين بنسبة لها داخل كل هذا هناك كنا معنا ايضا حتى علبة التوابل اللي تقدر ميتين درهم ميتين درهم يعني ربعة لفريال فيها 12 القرعة للزرش وعندهم الغطيان ديرهم دير البلاستيك بالنسبة لسيبورة رهم صيبة من الميتال والعوت هناك كنا معنا ايضا حتى بواطايبي ساولى علبة ديال اولى علبة للتوابل يجيبوا ثلاثة ويجيبوا معهم السيبورة ديالهم ب8 دير 35 درهم وهي 700 ريال وكان معنا ايضا حتى عصرة ديال الحوامد اللي كنتجيب ب7 درهم اللي هي 140 ريال فهي درها هادي البلاستيك خدمتها ربينا بطبيعة لحال هنا كنا معنا ايضا حتى وحد اللي كروشي تيجو جوش ديال اللي كروشي اللي هما خاصين بالاطفال فيهم دي ديزاين اللي خاصين بالاطفال تمان ديالهم تيجو بعشرة ديال درهم بجوش بهم هذو تيجو في الحد وقدر تعلقوا بهم اي حاجة بطبيعة الحل ولكن معنا واحد الالة ديال الطهي بوجههم بسبب الالة ديال الطهي تيجبنا لي واحد الفيديو اللي هو شوية طويل باش حاك نزيد نفهموه ونشرحوها اه تمان ديالها جيبنا حاليا ب300 درهم اللي هي السيلفرير فكان هدوة تمان ديالها كنا جيبوها في 2020 أيضا بنفس تمان وكانوا كيجيبوها في السنوات اللي قبل بنفس تمان أيضا بنسبال لامارك ديالة ديال شاف ماكس بنسبال هذي يعني كاخذ ما بيها هنا كيف كتشوفو هاد سيدا غد صيف فيها الحرشة كينبعد نيساء اللي كيصيبو فيها مثلا كيطيبو فيها الخبز بحال شكل ديال بطباط كيطيبو فيها أيضا حتى البيتزا وهذا الشي اللي غدي نشوفها الفيديو تقريب اللي هو هنا على الجنب وأومنتو غن تكلمو عليا بالنسبة للبويسانس دياله مداكرنش البويسانس ديالها شحال كتضرب ولكن من قبل كنت في المنشورات اللي كانت قابلة عند فكنت كتوصل شي الف وثمانمية واط حتى الالفين واط كينس شوي ديالتو ولكن كخدمة خدمة ديالة لزوينة بالنسبة لها هي رماتها تلصقش وهناك في شوية سيدة خدمات شبيها لحرشة كينبعد الناس لقل كلها الحرشة ما كتطيبش على الجوش جويه فتقدرو تقلبوها وغادي تطيب حانت كيف كتعرفوا المقلرة عند واحد شوية ديال الغرق يعني ما غاديش تكون لاصقة على البيتزا من جويه على مثل الحرشة من جويه بجوش هنا سيدة ايضا قطيب فيها حتى الخبز وتقدرو تطيبو فيها كيف قلنا حتى البيتزا كيف غتشوفو دباف هالفيديو تقريبي عندها واحد البوطن ديال الاريو دمارش ترموستاد ديالة تقدرو تتحكمو فيها وفيما يخص عندها واحد البولة في فوق وفيما يجب تطيبو فتقدرو تقريبوه وفيما يجب تطيبوه وفيما تطيبوه يعني تقدر طريقه ديالة تطيبوه بالنسبة الثامن ترجعون تكره فالثامن ديالة تجدوه الوحيد من الوحيد 300 ترهم بطبيعة الحال وطان تمنى هذا الفيديو يزيد ويشرح لكم ويشرح لكم كثير من هذا بالنسبة لها العروض كيف قلنا عروض وطنية ستكون في جميع محلات بين مغرب اي محل يلبي ستجدوه في هذا العروض ستجدوه ستجدوه في كازا ولكن لا ستجدوه في المحلات ستجدوه في المحلات ستجدوه في مدن اخرى لا تقل من المعلومات ولكنه الذي يتجدوه في كازا لا تقل من المحلات فهناك كيف ترى العروض في 6 جنوبي 23 سنة ستجدوه 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 هتمن حيث 26 مغانو ستجدوها ستجدوها 3000 دقائم البيزا البيزا السوداء التجدح خلط هناك mł учق ستجدوه هذو explosion على خلط مجموعة 3 ألواح تقطيع هدو تقديم 150 درهم ستجدون بغير 60 درهم يعني من 3000 ستجدون بـ 1200 درهم ومجموعة رداء حمام الكبار بنسبة له 8 درهم ستجدون 650 درهم ستجدون بغير 390 درهم ومجموعة 810 درهم ومجموعة 340 درهم ومجموعة 340 درهم هناك كان هناك فوطة ومجموعة 1 فوطة ومجموعة 340 درهم هناك فوطة بالنسبة له بلائس 100% قطن كان يأخذ مئة 280 درهم ستجدون بغير 160 درهم وهي 30000 فكان يأخذ من قبل 5600 درهم هنا يوجد حامل توابل وكيف ترى 8 قراءة الزجاج بغطيان العود وصيبورة لقد كانوا يجبون 190 درهم أو 180 درهم سيجدون 1.8 درهم وهي 2000 ريال وكيف ترى المنظم للتلاجة يتعلق في الجنب التلاجة يوجد حامل تضعه في القراءة ويوجد حامل الأوراق ويوجد حامل 20$ سيجدونه 80 درهم حتى يوقعهم 1 درهم وعلى العودة للتخزين وعلى العودة للواجبات الخاصة بالأطفال سيجدونة 25 درهم وعلى 15 درهم من قبل وكيف ترى الاواني مثلا خلاط وصفاية ومفرامة ووكيف ترى المنظم للبيتزا وعمل يوجد البيتزا كل واحدة فيهم ستلقوها ب 10 درهم فقط يعني 1000 فرنك كيف نقول بعد من بعد كنا معنا واحد واحد اللوحة مع دينيال الزينا او ديكوراتيون ميغال هادي في هادي الميطال من 250 درهم ستلقوها ب 2600 ريال يعني من 5000 ريال ستلقوها ب 2600 ريال كيف قلنا وهي 130 درهم و كنا معنا ايضا احتاج الملايه هادي من 50 درهم ستلقوها ب 28 درهم فهدي فاشة 25 سنتيمتر من يطرف القطر و ديكور ديكور ديالك يفشتو على شكل متلا الوجه دي القطة هنا كنا معنا ايضا احتاج تصح البيتزا من 50 درهم ستلقوها ب 30 درهم انا ديال الفرن فيه 2600 سنتيمتر من 50 درهم ستلقوها ب 30 درهم كنا معنا احتاج هذا البلات هذا من 10 درهم ستلقوها ب 6 درهم و كل البلات تاني اللي كبر منه من 20 درهم ستلقوها ب 12 درهم فهذا العروض هادي كاملة اللي شفنا في هذا الجزء تاني ستكون غير في كازا ماشي في المغرب كامل كنين عروض اخرى بحالة شكل هادا فا ما حبيش نطولها لكم بزاف لان هذا العروض هادي ما كتشملش جاميع الموضن ولكن كتشمل غير بعد الموضن اه اللي هو متأكد منه فكازا فيها مية في المية في بعض المحلات ماشي كل شي ولكن لابغيت التأكده فالمحل دي اللي بيملي قريب بكم سواء كنتم في كازا ولا في بلاس اخرى شوفوه وش معلقين هاد لا فيش في الباب اللي لقيتوها راه سيسير غدي تلقو عندهم ان شاء الله هاد العروض هادية نشملنا هاد الفيديو يكون عجبكم ما يكونش طوت عليكم بزاف شرح وانتلقاكم ان شاء الله في الفيديو الجاي عمنا قريب ولقاكم باحسن صحة وعافية وتكونوا كاملين بخير وعلى خير ما تنسوش تديروا لايك وتقابونوا معنا ومرحبا بكم بالناس جهود اللي او ما تشوفوا القناة ديرنا كيف قلت لكم انتلقاكم في الفيديو الجاي ولقاكم باحسن صحة وعافية الى ذلكم الحين كان كلكم متبارك الله عليكم